هكذا بدت شوارع مناطق المملكة منذ سريان قرار منع تجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا حيث يباشر رجال الأمن تطبيق منع تجول لابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ولمدة واحد وعشرين يوما وزارة الداخلية بدورها أعلنت عن عقوبة من يخالف أمر منع تجول بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال ولمن يكرر المخالفة عشرين ألفا والسجن لمدة عشرين يوما لمن يرتكبها للمرة الثالثة ويستثنى من القرار من لديه حالات ضرورية قصوى البقاء في المنزل أهم من انتظار اللقاح هذه الأيام للحد من تفشي الفيروس فالقرار أولا وأخيرا بيدك محمد العتيبي الإخبارية